سنجعل أمريكا قدر مجدداً لا تستمد إثارته من ظهور ترامب السعي إلى العودة إلى البيت الأبيض للمشهد فحسب وإنما من الدور الذي ستؤديه الغرفتان ولسيما مجلس النواب من تحديد مصير رئيس أمريكا المقبل في انتخابات عام 2024 ثم تحدد قدرة الرئيس المقبل على تنفيذ أجندته من غير عراقي للمعارضة وصفقات التنازل المفروضة عليه من أجل ذلك ويؤكد وهمية هذه الانتخابات تأجيل الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الديمقراطي حضوره قمة المناخ التي يحضرها رؤساء العالم ليدعم مرشح حزبه في هذه الانتخابات التي تعد استفتاء على إدارته شؤون البلاد وفي ظل هذا الاهتمام الكبير والدعم الضخم من المتنافسين السابقين يجدر الحديث عن فرص كل من الحزبين في هذه الانتخابات تختلط التوقعات مع تضارب نتائج استطلاعات الرأي المدفوعة بميول مصدرها وإيديولوجيته ففي الوقت الذي تشير استطلاعات شبكة فوكس نيوز إلى تفوق الجمهوريين تذاب استطلاعات شبكة MSNBC إلى تفوق الديمقراطيين مع ذلك يبقى للولايات المتأرجحة القول الفصل في هذه الانتخابات أو غيرها مدفوعة بقضايا محلية ملحة كالتضخم والصحة والبطالة والتقاعد وفي الجانب الآخر من العالم المتأثر لا محالة بنتائج الانتخابات فإذا مفاز الديمقراطيون أو تغلب الجمهوريون تتشكل سياسات وتتغير قناعات وتحل قضايا وتغلق ملفات وتفتح أخرى فمنطقتنا المحكومة بضوابط السياسات الخارجية للحزب الحاكم في أمريكا جعلت علمنا العربية محصورا بين فيل يجثم على صدره أو حمار يسير شؤونه